وأخبرك في حديث آخر فهي سوداء بلونها بعد أن أخبرك بالتدرج أصبح لدينا الآن حقيقة علمية أكدها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أربعة عشر قرنا لم يكن أحد يعلم شيئا عن اللون الأسود أو أن هناك أصلا نار لونها أسود هذا الكتاب المير بالنور هل يبشر آياته فيها الهدى أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحياه في كل عصر يبهر وخاتم الكتب التي من عند ربك بشر سبحان منزل ذكري جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكري جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر أعزائي المشاهدين أسمعتم عن القرآنيين إنهم أناس يقولون اكتفينا بالقرآن ولا حاجة لنا في السنة وجاء من بعدهم فريق يدعي ويقول بأننا آمنا بما جاء في القرآن من إعجاز علمي أما السنة فلم يرد فيها إعجاز علمي وهذا موضوع حلقتنا اليوم تحت سؤال وعنوان هل ورد في السنة إعجاز علمي أم لا مع ضيف حلقتنا الذي نرحبه دوما ونستمتع بكلامه وعلمه دكتور عبداء من كحيل نرحب بكم في هذه الحلقة بارك الله بكم وعجزاكم بكل خير يا أهلا وسلم ورحمة الله هل في السنة إعجاز دكتور عبداء إعجاز عظيم جدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لنا هدانا الله وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الحقيقة هناك أحاديث أكثر من رائعة تتوافق مع العلم الحديث بشكل لا يترك لك مجالا إلا أن تشهد بأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهواء صلى الله عليه وسلم لأن الله قال لتبين للناس ما نزل إليهم صلى الله عليه وسلم مبين إذن السنة ضرورية جدا والإعجاز الذي سيتجلى أمامنا الآن سأعطيك بعض الأمثلة عملية لا يمكن أن يكون من عند بشر عندما قامت جامعة هارفرد قبل سنوات قليلة بدراسة وجدت أن التعرض للضوء أثناء النوم يؤدي إلى مشاكل في الدماغ وفي النمو ويمكن أن يؤدي إلى السرطان التعرض لضوء الجوال الأزرق سبحان الله عندما يسهر الإنسان قبل النوم ويعرض نفسه لهذا أو إذا ترك الضوء يعني يضيء حوله فيؤدي إلى مشاكل واضطرابات كثيرة جدا أوكي تمام هذه حقيقة يقينية وجدتها جامعة هارفرد شهيرة جدا معروفة تمام من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة علمية بهذا الشكل وهو النبي الأمي؟ صلى الله عليه وسلم يعني مثلا خذ كثير من الاكتشافات الحديثة مجلة أبحاث السرطان نشرت بحثا مؤخرا هذا كله قبل ثلاثة واربع سنوات فقط عن انتشار سرطان المري إذا أردت أن تعيش حياة طويلة ومديدة وتتجنب هذا النوع المؤلم هذا النوع تعيس جدا أنواع السرطان يعني أعاذنا الله وإياكم وإخوتنا المشاهدين منه أمين فعليك أن تبرد الطعام قليلا يعني ليس إذا درجت البرودة ولكن تبرده قليلا حتى لا يعطي هذه التأثيرات التي تؤدي لنمو وتطور الخلايا السرطانية فيما بعد قال صلى الله عليه وسلم أبردوا بالطعام فإن الحارة لا بركة فيه صلى الله عليه وسلم ولم يدخلك في مجال السرطان ومشاكل لا نقال لا بركة فيه والسرطان لا بركة فيه نعم صدق رسول الله وهي رسالة نقولها لمن يسمعنا اليوم أبناؤكم عندما يأكلون ويشربون الشراب الساخن عندما يأكلون الطعام الساخن رسولكم صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة وكأنه الطبيب بل هو الطبيب الأعظم من أي طبيب دلنا بهذا الحديث الذي ذكره الدكتور منذ قليل أبرد الطعام لا يسعني إلا أن أقول والله ما خلق الإله وما برى بشرا يرى كمحمد بين الوراء أنزله بعلمه بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نيوحى دكتور عبدالدائم نعم يعني نريد أن نستكمل هذه التجليات والإشارات التي يعني تضحد حجة كل مشكك في أن السنة بها إعجاز علمي الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لم يقتصر إعجازه على الدنيا بل على الآخرة أيضا سبحان الله يحدثنا عن النار صحيح وألوان النار يعني هذا حديث يعني عجيب أن النبي ربط بين درجة الحرارة واللون وهذا بحث علمي حديث فقط لم يدرك البشر أن هناك لكل درجة حرارة لون محدد وهناك حديث يقول يتكلم عن درجات النار نعم بالتفصيل صلى الله على محمد سنعرض الحقيقة العلمية أولا نعم نحن نعلم أن الطيف الضوئي يتألف من سبعة ألوان معروف هذا الكلام صحيح هذه الألوان السبعة تبدأ بالبنفسجي فالأزرق كذا كذا إلى الأحمر الأحمر هو أقل درجة حرارة والأعلى حرارة هو الأزرق أو البنفسجي وعندما تخرج خارج هذا الطيف الضوئي لن ترى شيئا سوف تصبح الإضاءة معتمة بالنسبة لك يا الله الله خلق لنا أعين ترى هذه السبعة ألوان فقط نعم اللون الأحمر درجة حرارته بحدود ألف ومئة درجة مئوية جميل ثم يأتي بعده اللون البرتقالي فالأصفر تزداد درجة الحرارة حتى تصل إلى اللون بنفسجي تقريبا بحدود عشرة آلاف درجة هذا كلما سقينت النار نصل لهذه الدرجة نعم وأنت تستطيع أن تلاحظ هذه الظاهرة إذا قمت بتسخين شعلة فكلما رفعت درجة حرارتها يتغير اللون صحيح يبدأ بالأحمر ثم آخر شيء ينتهي بالأزرق فالبنفسجي آخر درجات الحرارة بنفسجي تكون قد وصلت الحرارة إلى عشرة آلاف تقريبا الله أكبر من ألف إلى عشرة الله أكبر اللون الأبيض موجود في مركز هذا الطيف الضوئي درجة حرارته بحدود خمسة آلاف درجة مئوية سبحان الله اللون الأبيض هو لون الشمس نعم وبالفعل درجة حرارة سطح الشمس بحدود ستة آلاف درجة مئوية جميل حرارة سطح الشمس سلم الله الآن لو تأملنا هذه الألوان هنا سميت هذه الظاهرة بظاهرة إشعاع الجسم الأسود black body هذه الظاهرة معروفة جيدا الآن وكل الملحدين يعلمونها ويعرفون أن الجسم إذا صخناه إلى درجة حرارة معينة سوف يتغير لونه يبدأ من الأحمر هنا أطوال الموجات جميل انظر نحن نرى فقط هذا الطيف الصغير عندما تصبح طول الموجة قصيرة جدا كما نرى والشعة تصبح سوداء طبعا غير مرئية بالنسبة للإنسان صحيح إذا أنا أريد فقط أن تركز معي مع الأخوة المشاهدين على هذه الحقيقة العلمية جميل أننا نبدأ دائما باللون الأحمر ثم ننتقل إلى ألوان يأتي الأبيض في المنتصف وأخيرا اللون الأسود الذي لا نراه تدرج حرارة الماء نعم يعني عندما تصبح درجة الحرارة مثلا على 12 درجة أو 20 ألف درجة أو 50 ألف درجة هذه الحرارة لا ترى لا ترى شيئا نعم نعم فهي مظلمة صحيح نعم الآن النبي عليه الصلاة والسلام هل تتصور أنه أنبأك عن هذه الحقيقة بالحرف كما شرحتها الآن لا حد يتخيل ذلك عجيب عجيب لذلك دعني أنتقل معك إلى الحديث النبوي الشريف سبحان الله طبعا هنا نرى تموجات هذه التموجات بلغة الأرقام نعم نعم حقائق ثابتة حقائق ما وصلنا في الدنيا إلى هذه الدرجة نعم واحد اللون الأسود للماء هو موجود درجات حرارة عالية جدا أي واحد التفاعلات النووية آه آه نعم ولكن هذه الحرارة لا تراها العين لا تراها العين ترى فقط ضمن المجال الطيف الضوئي المرئي فقط سبحان الله الذي هو من 400 إلى 700 نانو متر طول الموجة الله أكبر هذا المجال ومن رحمة الله بنا لأنك أنت لا ترى الأمواج الكهراتيسية الله أكبر لا ترى أمواج الجوال لا ترى أمواج الفضائيات لا ترى أمواج الرادارات وإلا كان كارثة كارثة يجن الإنسان الله أعطاك بصر محدود جدا والمجال غير المرئي أوسع بمليارات مرات مما تراه على سبيل الله لذلك الله قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون أنت أقرأها وأتعجب ما لا تبصرون جزاك الله ما لا يبصره الإنسان أكثر مما يبصره أكثر مما يبصره الآن انظر إلى هذا الحديث انظر إلى هذا الترتيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقد على النار ألف سنة حتى ماذا أحمرت إذن هناك زمن أحمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى بيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة اللهم صلى الله عليه وسلم هذا الترتيب المطابق للعلم هل يسميه إعجازاً أم ماذا يسميه صلوات الله عبد الله سلم هذه الحقيقة لم تكتشف إلا في العصر الحديث والعجيب يا دكتور كما أرى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى بذكر اللون الأسود ولم يذكر بعده ألوان لأنه خاتمة 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 على شيء في درجات حرارة النار يعني بدأ معك من البداية مما تراه إلى ما لا تراه وكمتخصص لغوي في التفسير أرى أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع بعد كل لون كلمة ثم ثم زمن هناك الزمن يدلك على أن هناك وقت على بالما يوقض على هذه النار حتى تصل إلى الدرجة التي بعدها سبحان الله فهذا إن كان يدل على شيء سبحان الله إنما يدل على أنه كلامه نبي الشيء الأكثر إعجازاً نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد لك درجة الحرارة بدقة حددها بدقة يعني صلى الله عليه وسلم كيف يقول شيء يذهب العقل الله أكبر النجوم في السماء أقصى درجة يصل إليها بحدود عشرين أو لنقل أربعين ألف درجة ويظهر هذه النجوم تظهر بشكل أزرق ولكن أنت لا ترى الحرارة ذات الأربعين ألف تراها ذات العشرة ألف أربعين ألف لا ترى سبحان الله هذه نجوم متوهجة جداً في الكون تظهر بلون أزرق حرارتها مرتفعة جداً أعلى من حرارة الشمس بكثير يا الله يا الله الشمس بيضاء إنه ستة ألف درجة الآن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال انظر معي قال ناركم في الدنيا يعني جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم الآن سأقف عند هذا الحديث الذي رواه البخاني ومسلم حديث صحيح ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم نعم إذا اتفق هذا الحديث مع العلم لا يمكن أن نقول إنه كلام بشر يجب أن يكون وحيم عند الله سبحانه وتعالى نعم أوحى به إلى نبيه طيب نارنا في الدنيا أيوة أنت افتح الآن على أي موقع إنترنت متخصص في الفيزياء واكتب ما هي درجة حرارة الأفران العادية التي نعرفها نحن جميل سيقول لك بحدود ألف ومئة درجة مئوية ألف ومئة فقط تقريباً يعني جميل أعلى أو أقل بكثير طيب إذا ضربنا هذا الرقم بسبعين النبي ماذا قال ناركم قدرنا جزء من سبعين من سبعين دعنا نضربه بسبعين كم يعطيك كم ألف ومئة مضروب بسبعين سبعة وسبعين ألف سبعة وسبعين ألف طيب درجة الحرارة سبعة وسبعين ألف ما لونها أسود اللون الأسود كما ذكرنا طبعاً فهي سوداء مظلمة صلى الله عليه لا تناقض بين كلام النبي على السبب وبين العلم يعني التصور لو قالك ناركم هذه جزء من عشرة أجزاء أو خمسة أجزاء كان هناك تناقض علم كان المشككين يمسكون في هذه وبالتالي عندما أخبرك بأن نار جهنم أكبر بسبعين ضعف من نار الدنيا واحد وأخبرك في حديث آخر فهي سوداء بلونها بعد أن أخبرك بالتدرج أصبح لدينا الآن حقيقة علمية أكدها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أربعة عشر قرناً صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يعلم شيئاً عن اللون الأسود أو أن هناك أصلاً نار لونها أسود ولم يكن أحد يعلم شيئاً عن علاقة درجة الألوان بالنار حتى الكاميرات الرقمية هناك لكل لون درجة حرارة درجة حرارة نعم صحيح ألفين تلال أه نعم يعني سبحان الله يضبط الألوان من خلال درجات هي درجات حرارة أصلاً يعني سبحان الله ثم يا دكتور العجيب هنا يعني أسأل نفسي هذا السؤال وأسأل سعادتك وكل من الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم في وقت فكان يدعو الناس ليتركوا الأصنام ويعبدوا الله الواحد الأحد فما تدعي أنه كان يفتح هذه القضايا العلمية الدقيقة التي تكتشف بعد مئات سنين سبحان الله يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان همه الأول إقناع عبدة الأصنام فقط بلا إله إلا الله بلا إلا الله ليتعامل مع عبدة أصنام نعم ولكن هذه الأحاديث موجهة لنا نحن اليوم صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى يعلم أن هذا العصر سيكثر فيه الملحدون ويكثر فيه ما يسمون بالقرآنيين وهم بعيدون طبعا عن القرآن عزو بالله يعني من ينكرون السنة النبي عليه الصلاة والسلام فتكون هذه الأحاديث وغيرها يعني دليلا يعني صادما على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضلت في البداية كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم جامعة أمريكية قبل سنوات قليلة نعم وجدت أن هذه الأوزاغ سبحان الله البورس أو أبو بوريس لها اسمه نعم خطيرة جدا على البيئة وعلى الإنسان وحدثت حالات وفاة في أمريكا يا الله عندما دققوا فيها ودرست علميا وجدوا أن هذا الكائن بالحرف الواحد أنا أقول لك أن قل لك ما وجده أن هذا الكائن تعيش في أمعائه بكتيريا مضادة للمضادات الحيوية مضادة للمضادات الحيوية نعم يعني مهما أعطيت المريض أو المصاب من أدوية لا يستجيب ويموت وحدثت حالات وفاة سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام أراد لنا الخير وأراد لنا الصحة والسلامة فأمرنا بأن نتخلص من هذا المخلوق ونرجعه إلى بيئته الطبيعية التي خلق من أجلها سبحان الله انظر يعني أحاديث يعني لو أحباب نجلس الآن سنوات لا ننتهي من عرض فقط الأحاديث التي فيها إعجازها هذه ومضادة يعني أشكرك دكتور على أن أكرمتنا بهذا العلم الذي يجعل المؤمن يزداد إيمانا ويجعل غير المؤمن يقف أمام هذه الحقائق يسأل نفسه أإله مع الله؟ يسأل نفسه هل هذا النبي الذي كان يعيشه في جزيرة العرب لم يركب بحراً ولم يركب سفينة فضاء ولم يخط بيده ولم يمسق قلماً يكتب أو يقرأ صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى عن هذا النبي الكريم كل ما أوتيه وحيا صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى اسأل نفسك هل هذا النبي الكريم يكذب؟ هل هذا النبي الكريم يعصى؟ هل هذا القرآن يوضع وراء ظهورنا ونكذب ما فيه؟ لا نملك إلا أن نقول كما قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق صدق الله العظيم الوحي هل معطرا بمخير جاء أم نورا والغار غرد ذكره جبرين يبطر أكررا قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا